بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم الحد عندنا مش يوم المشاكل لكن يوم التوافق والسعادة اليوم اللي فيه بنبص شويتين تلاتة بالتمحيص وبالعناية وبالرعاية لحياتنا الزوجية أمنية إن يجي في يوم الأيام ييبقى عندنا في بلدنا هنا برامج تدريبية للمتزوجين بعد تلات سنين وبعد خمس سنين وبعد سبع سنين وبعد خمستاشر سنة وبعد عشرين سنة ليه طيب؟ لأن كل مرحلة من مراحل الجواز بيكون لها تفاصيل لابد إن احنا نراجع نفسنا فيها وكل ده بيدخل تحت قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير تعالوا مع بعض نبص على حياتنا الزوجية ونشوف شوية حاجات هنشوف حاجة اسمها بيبان فيه قوي قوي إيه اللي بيحصل فيه؟ بس تعالوا نقول إن الإنسان في أوقات كتيرة في الجواز ما بيقاش عنده تركيز فبيكون فيه أوقات كتيرة بيحصل له انشغال ويحصل له إهمال في العلاقة الزوجية ده بيزيد قوي 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 في أزمة بتكتر دلوقتي لازم نتكلم عنها دلوقتي اسمها أزمة الاغتراب إما إن الزوج بيخترب أو الزوج والزوجة نفسهم بيروحوا لغربة والأمام السنين بيتعدي في الغربة بسرعة قوي تمر بسرعة فيكون الناس مش مركزين في حياته وإنما مركزين في هدف واحد اللي هما الاثنين رايحين علشانه وهو إنه يبقى فيه رصيد وفيه تأمين مالي للمستقبل لكن أمان الزوج والزوجة ده بيكون خافت على طول الأمان الزواجي ده بيبقى خافت ومزظاهر وعلى طول بيقول الزوج له زوجته طالما أنا مكفيكي أنت عايزة إيه تاني على فكرة ده كمان بيحصل هنا بيحصل لما الزوج يكون منشغل فالزوجة تقول له أنت بتمارس الإهمال الزواجي معايا يقول له أعمل إيه يحصل برضو حالة من حالة أنا بسميه الاختراب الداخلي الاختراب الداخلي أن يكونوا مع بعض بس فيه غربة غربة ليه؟ هو بيقول له أنا أعمل إيه الحياة خلتني في الحالة دي الحياة الزوجية مش الأمان المالي بس إنما لابد لها من الأمان العاطفي امسك بقى في الأمان العاطفي ده والأسف بدأ الناس الأيام دي يهتموا بالأمان المالي على حساب الأمان العاطفي وعايز داد أنا بقول لكم أهو في ظل الظروف اللي احنا فيها ده عايز داد إن الناس تجري وراء الأمان المالي على حساب الأمان العاطفي وعايزون للناس إن كل حاجة ممكن نشتريها بالفلوس الفكرة دي فكرة مزعجة جدا خصوصا للزوجات اللي هي فكرة المؤيدة بالمال لما يقول لها أنا هقايد اهتمامي بيكي وهقايد إهمالي بيه إن أنا أديك فلوس زيادة ساعتها بتشوف إن هو بيشتري سكتها بالمال طبعاً بيبقى المسألة مسألة فيها تعزيم شوية طب أنا أعمل إيه الزوج بيقول لها أنا أعمل إيه وهي بتقول لها أنا أعمل إيه بس من أشياء الخاطئة تماماً في بيوتنا إن أعتقد إن دور الراجل في البيت هو توفير المأكل والمشرب وبالمناسبة ده اللي خلى كتير من الكلام اللي بينا دلوقتي هو أنا ملزم بدأ أو مش ملزم بدأ اللي هي فكرة بناء الجواز على الحقوق الواجبات مش بناء الجواز على القيم فلاقي الراجل دايماً يقول أنا مخليكم مش محتاجين حاجة الكلام ده ساعد على شوية بعض الموروسات بقى لإيه الشعبية راح تدخلها في النص وراح تمأكدها ده إيه الراجل ما يعيبوش اللي جيبه لايه الراجل ممكن على فكرة الراجل والستة على فكرة اللي اتنين ممكن يعيبهم أخلاقه السيئة ولو جيوبهم مليانة ولو هي بنت مين ولو هو ملك مال أرون اللي اتنين ممكن يعيبهم سوء الأخلاق فلو عمل فلو عمل تجاوزات ويدر يسدد تمن التجاوزات ومع وجود العيب فالغلط هيدفع تمن وفلوس مش هاحتزر ولا تطيب خاطر بس حدث النبي صلى الله عليه وسلم خلانا نفهم إن في حاجات ما بتتشتريش بالمال لما قلنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق يبقى حسن المعاملة هي اللي ممكن تسعى الناس مش الفلوس حدث النبي أسس مفهوم مهم جدا جدا كمان للخطأ الإسم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس طب أنا أقول كده ليه عشان أنت هتكون مرتاح لو ده اتعرف عنك اتعرف عنك إن أنت بتعمل اللي إحنا جايين نتكلم عنه نهار بتعمل تعويض زواجي يعني إيه بتعمل تعويض زواجي إحنا جايين نتكلم على أسوأ حاجة بتحصل دلوقتي إن الرجالة والستات ياخدوا حاجة اسمعها المكملات الزواجية يعني إيه المكملات الزواجية اللي مش لاقي احتواء هنا ياخد الاحتواء في حتة تاني واللي مش لاقي ودني يسمعه اللي مش لاقي ودني يسمعها تلاقي ودني يسمعها في حتة تاني إنت هتحب وإنت هتحبي إن تعرف ده يبقى ده من الإسم حتى تنبي وضع ضابة واضح الإسم ما حاكى في نفسك أو في الصد وكرهت أن يطلع علي الناس وعشان كده سيدنا من عطاء الله السكندري بيقول لك بيأكد لك على هذا المعنى لا تترك يقين ما عندك يقين إن ده غلط نظن ما عند الناس إن الناس لهم مش شايفين فالمعيار مش هي الناس وعشان كده في حاجة اسمها الجهاد في الحياة الزوجية يعني إيه الجهاد في الحياة الزوجية؟ إنك تجاهد لما تجيلك فكرة إن أنت عندك شيء ناقص تجاهده والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا حتى في الحياة الزوجية أنا بقول كده وأنا عارف أنتوا بتسمعوني بتفكروا في إيه؟ أنا مش بكلم حد تاني بكلمنا إحنا فعشان كده في ناس بتستسهل ويروح يعمل علاقة خارج إطار الزواج فيه ظاهرة اسمها حب الحياة فيه متلازمة كده عندنا عند كتير من الناس بتحصلهم حتى وضية اللي بتسببونهم اللي بتكاسة بعد الطاعة اللي هي متلازمة إيه؟ حب الحياة التفلط فيه اللي يحصل؟ فهو يقول تيجي نفسه أم مرة بالسوق تقوله أنت محب للحياة وفيه جزء من حياتك مش موجود فيه اللي يحصل؟ فكمله بقى كمله بإيه بقى؟ بالانشغال والبعد والتفلط من الحياة الزوجية الانشغال ده بيزيد جدا لما يكون نمط الزوج نمط الزوجة من النمط المستقل أنا بقول لكم الحالات اللي عندنا نمط المستقل اللي هي شخصية قوية وقدر تاخد موقف وقدر تدير أمورها وكذلك لو الزوج بقى من النوع القيادي فيقوله أنا نروح لحد تاني يكون محتاج لي أقدر أحتويه وأقدر أحلله مشاكله من الزوجتي اللي هي وساعاته يقول لها أنا مش شايفك واحدة ست ليه طيب؟ عشان هو مش شايفها محتجاله هي شايفة دايما بتقوم بتقييم أداءه الزواجي فهو رايح لحد يكون محتاج له يملاله بالفراغ في حياته وده بيفتح لنا باب كبير على حاجة اسمها احنا تكلمنا عنها قبل كده اسمها الاحتواء البديل الاحتواء البديل ممكن يكون في الأسرة للبنات قبل الجواز والولاد قبل الجواز وممكن يكون كمان في أثناء الزواج فالانشغال ده وفكرة مع فكرة التعويض بيطرح قدامنا مشكلة كبيرة اسمها عناعمل ايه في التعويض الزواجي كل واحد يبدأ يدور يعود جوانب النقص اللي عنده في حياته الزوجية وممكن ده يبدأ يدخل يدخل بالناس في ايه؟ في الخيانة ويبتدي يختلفوا في مقدار الخيانة دي وصلت لغاية فين؟ فيقول لجل أنا كل اللي عملته ان أنا اتكلمت مع حد لاني محتاج شيء من الأنس وهي أهملتني ده مبرر صعب على فكرة ان انت تشيله من حقول الرجالة والستات على فكرة ان أنا محتاج حد ايه؟ يكمل لحياتي الزوجية مبرر خبيس قوي بتستخدمه النفس ولازم كل واحد فينا يقف قدام نفسه ويقول كده ايه؟ وما أبرق نفسي ان النفس لأمارتهم بالسوق وكمان بيفتح باب على الخيانة الإلكترونية خصوصا للأسف في حالة الستات بحجة ان هي تقول انا ملمسنيش انا كل حاجة قابلني وبس هو اتكلمنا مع بعض مساحة تنفس فيها انا ولا قابلت ولا كلمت انا كل حاجة عايز مساحة تكلم فيها والتعويض والانشغال ده ممكن كمان يكون بسبب ادمان اللذة والعلاقات خارج اطار الحياة لدرجة ان انا بلاقي ناس بتقول انا مش قادر ابطل ده بيحصل له بقى حالة من حالات الادمان بقول لها انا مش قادر اسيبك كمان وما اقدرش يستغنى عنك بيقول له مراته كده فهو لا قادر يسيب ده ولا قادر يستغنى عن مراته وشايف نفسه مركز العلاقة وعشان كده من حقه ان هو يعمل تعويض زواجي ويكمل اللي نقصه في الجواز الحياة الزوجية ما بتتبنيش على حقوق الواجبات وانها ما بتتبني على الفضل وبتتبني على قيم والاخلاق فكل واحد لازم يعبد ربنا في الجوازة دي ويبزل ما في قسعه اللي حفاظ على القسع فلازم نستمر في القسع فلما نقول للراجل لابد من انك تبتزم بما لا يؤذيها يقول انا ما اقدرش اعمل ازياد من اللي انا عملته ده ولازم يعرف ان العنوان الاساسي في الجواز هالجزاء والاحسان الا الاحسان فالفضل اكتر حاجة ممكن تقضي على التعويض الزواجي والانشغال الزواجي عشان نوصل الى القاعدة الاساسية ولا تنسوا الفضل بينكم الانشغال زي التهديد كله تجاوز في حق الحياة الزوجية والتعويض اسوأ انواع التجاوز في الحياة الزوجية ويشعر الطرف الاخر بعدم الامان والخوف ولازم الزوج يشعر زوجته على طول انه متعلق بيها هناك مهارة احنا اتكلمنا عنها قبل كده مهارة التأمين الزواجي لازم تعلمها الرجالة وانه يشعر زوجته انه هي اولى اولوياته لانه هي الا حاصل ما عندهاش غيره في الحياة وكذلك الزوجة لازم تشعر زوجة بكده طب نعمل ايه انا اقول شوية اجراءات بسرعة كده لابد من الاعتراف بالخطأ في الحالة دي وهنا مش المراد كشف الستر وانما احد الطرفين يقول الاخر انا غلطان وانشغلت عنك مش يقوله انا عوضت نفسي بيه بحد تاني وما يقولوش ان انا اكتفيت بحد تاني ولكن يقولو على فكرة انا ما كنتش عارف امتك انت امتك اللي انت مالي حياتي فلازم يعتذر يعتذر على انه نشغل ويبتدي رحلة لاسترداد الثقة الامر التاني على طول لازم نبتدي نبحث عن المشترك بيننا ولو مفيش نبنيه ونبني حالات مشتركة ولو في شخص ممتلئ لابد ان احنا نحاول نعمله حالة من حالات التنفيذ نسمعه تالت حاجة مهمة جدا جدا لازم نغير برنامج حياتنا اليوم عشان في حاجات كتيرة لازم تتغير عشان نجدد حياتنا لان الروتيني اليوم بتاع حياتنا هو اللي وصلنا لده وندخل في قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه احنا محتاجين ان احنا نركز على ده ونتعامل مع ده بكل قوة بكل وضوح بكل سرامة لان اذا فضلت تعويض الزواج على حاله ده للأسف ببساطة هيخلي الحياة تآكل ولكن حتى لو قينا في التعويض كل حاجة ان شاء الله ممكن بمدد ربنا وبتيسير ربنا وان شاء الله ثم الاجراءات اللي احنا قلناها ممكن نجد خير كتير يا سادة احنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج والله تعسره جسر مفتوح بيننا بنتلقى عليه انواركم وبركاتكم واسئلتكم وبيفضل المدد من عند ربنا عشان نستمر في مجالس العلم ويكون اول سؤال معنا النهاردة معنا الاستاذ معنا الاستاذ ايمن استاذ ايمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عمر الشباب في التلاتين او الاربعين بيكون عنده قدرة الجنسية بتاعته اعلى بكتير من القدرة الجنسية لما بيكون وصل لسن الستين وكذلك المرأة صحيح فما بيبقاش الى حد كبير عنقول الاستاذ ايمن اقوله غالبا غالبا فما بيبقاش الانسان محتاج من الزوجة التفاعل معاه لو كانت هي كرهة للقلال الزوجي في هذه اللحظة قد ما بيكون محتاجه لما بيوصل لسن الستين لانه بيكون قدرته الجنسية ضعفة على هذا الامر طي الان انا زوجتي في نفس عمري تقريبا من سن الستين طي كل ما طبعا انا احتياجي احتياج الرجل للناحية الجنسية بيكون اكتر من المرأة في هذا العمر فعند كل طلب غالبا برضو اه برضو غالبا اصلا انت بتكلم واحد بتكلم واحد طول النهار وطول الليل قاعد مع المشاكل الزوجية فالانتباعات دي خليها نمشي غالبا احسن غالبا فبتفاجأ بيرد فعل عنيف من الزوجة عند كل طلب وفي نفس الوقت اذا وفقت مضطرة مفيش تفاعل مع الزوج بحيث يعود النقص في القدرة اللي بقت عنده من وصل سن الستين انا سؤالي يلا في هذه اللحظة انا ظالم ولا مظلوم ولا هي عليها واجب ولا معلاش واجب لا انت انا مش هقدر اقول لك انت ظالم ولا مظلوم لغاية ما اسمعكم انتم الاثنين بس انا اقول لك حاجة يا استاذ عيم الحكاية دي مش هي الاساس صحيح العلاقة الزوجية والعلاقة الخاصة والقضايا الجنسية هي الحاضر الغائب في كل المشاكل الزوجية بس خلي بالك ساعات بتكون مراية وساعات بتكون محرك ساعات العلاقة الجنسية بتكون مراية يعني بنشوف فيها مشكلات ورا المراية فلازم نعمل ايه نفتح السطارة ونشوف المشكلة اللي وراها ايه اللي حاصل دلوقتي ان قد تكون الزوجة بتقول لحضرتك كلام كتير عن تأفوفها من العلاقة الخاص زي ايه انا خلاص كبرت ومبقيتش ليه اهمية عندك غير الحكاية دي فقد تكون هي بتقول لحضرتك انا محتاجة اهتمام انا مش بقيت ماليش لازمة غير في الموضوع ده تقول الكلام ده كانت ممكن تقوله زمان لا ممكن اللي بيحصل في اوقات كتيرة ان هي بتقول اللي هو مش شايفني مش شايف تعبي مش شايف السن اللي انا فيه مش شايف احتياجاتي في السن اللي انا فيه ده فيبقى ايه يبقى احنا لازم نعرف ايه اللي ورا الامتنع ده لان في الحالة بتاعت حضرتك العلاقة الخاصة مش محرك العلاقة الخاصة ده مراية بتكشف لنا بتوضح لنا انا شايف ان هي محتاجة منك شوية حاجات انت لازم تعرفها منها يعني هي محتاجة منك انا اقول لحضرتك شوية مجموعة حاجات كده وانت تشوف تراجع معا هي محتاجة منك ان انت شويتين تلاتة تحاول معاها ان هي تضف لها حاجات كديدة في حياتها هي حاسة ان حياتها وقفت حياتها انتهت وهي شخص بيحب الحياة فده لو عندها بيحصل لها رابكة كبيرة جدا دي تاني نفس تاني رابكة بتحصل للمرأة بعد انقطاع الحض عنها ايه اللي يحصل لها يحصل لها هذه الربكة انا بحب الحياة وفي نفس الوقت مش لقى اي حاجة جديدة في حياتي كل حاجة عملتها او كل حاجة عايزة عملها انا مش قادر عليها فده اول حاجة تاني حاجة ومهمة لازم تشوفها قد يكون انت بتقول لها دلوقتي بشكل او باخر ان هي ما بقيتش قيمة اضافية في حياتك واحمد ربنا ان انا قعد معاك انا مفروض دلوقتي عشان العلاقة دي انا ممكن اروحها الجاوز تاني فهي بتحسي عيني ان هي زي اللي تحال على المعايش وانا محبش افكار اللي بنتعلقها بالحال على المعايش بنصح حضرتك تعمل ايه ببساطة خالص تقعد معاها وتسبها تفطفط وتطلع كل اللي قلبها اللي في قلبها لاني واضح ان هي ما بتتكلمش فنصحة لحضرتك خليها تتكلم ليه خليها تتكلم عشان تقدر تقول لنا احنا محتاجين ايه مين معانا تاني طيب احنا نخرج فاصل ونفضل معكم ومع أسئلتكم المباركة ونفضل نتكلم عن مرضات الله سبحانه وتعالى وعن جمال اتباع سنة رسول الله في حياتنا ولكن بعد الفاصل معانا أسئلتكم المباركة وارجعنا لكم تاني واحنا في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنوار مولانا سبحانه وتعالى نلتمس البركة والنور والمدد والعون عشان نجاوب على أسئلتكم بهذه البركة وبهذا المدد معانا السيدة أم مماهر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بصرا حضرتك ليه عن حضرتك بس سؤال واحد تفضلي هو أنا جوزي خدني وسافرنا ماشي طي يعني كانوا نفسحنا وابتشفت أنه هو موديني عشان يقابل واحد ماشي طي وأنا عارفت بس ما بينتش أن أنا عارفت لحد ما رجعت رقبت يعني ما رقبتش والله يعني خفت إن أنا لا ماشي يعني شلت الموضوع وبعدين وبعدين لما رجعت قال لي ما تقوليه لأهله وأنا حبيت إن أنا عارفهم اللي حطر فقال لي انت تقولي بالثلاثة عشان أنا قلت له بس بس أنا مشيت ورجعت تاني عشان خطر أولادي أنا معاهي تلاتة طيب وسؤال حضرتك فين وحامل تاني ربنا إن شاء الله ربنا يقضي لك على خير إن شاء الله وبرك ربنا بركي وليل بقى فين سؤالك بقى سؤالي إن لوقتي أنا أعمل هو بيقولي أنا رديتك بس أنا شايفان هو ما رديهيش انت عايزة يعني إيه ردك يعني هو قال لي انت طالبت تلاتة مرتين أو تلات مرات يقول لي مسألة بسيطة المسألة بسيطة يا ممهر المسألة بسيطة إيه بسطتها انت دلوقتي هو انت شايفاه عايزة مالة سودان خليه بس ننكلم بصراحة يعني هو الرجل دلوقتي أصلاً الطلاق ده حكمه عند الرجل إنه اللي طلع طيب مسألة التانية من حق المرأة إنها تتأكد آه طبعاً من حق المرأة إنها تتأكد بس مش من حق المرأة إنها تتوسوس بس أنت اللي حزز في قلبك إنه طلق ورجع وهو أصلاً كان غلطان وإنتي أفشاه قصة كده وإنتي حاولت تأخذ حقك إنه تتكلمي أهلك أهله فأهله معرفوش يجيبوليك حقه حقك فأنتي إيه اللي حاصل فأنتي عايز تأخذ حقك إركاني مسألة للتطلاق واقع ولا مش واقع على جنب وعايز تأخذ حقك تكوني بالتوافق وإنه أنت تعود معه وتتكلمه في الموضوع الأساسي هو عمل كده ليه مش إنك إنتي تشكي في إن إنتي عايشة في حلالة ولا في حرام طب ولو عايزة تطميني اتسلي على طول اتسلي بمئة وسبعة بدر الإفتاة المصرية أو اتسلي بينا يعني لا بس كوزك لازم يكلمنا مش هنقدر نقولك هو اللي عمله ده صح والطلاق وقع ولا موقعش غير لما زوجك هو اللي يكلمنا لكن بغير كده لا فأنا بكلمك عن حاجتين يبقى عايزة تتأكدي قلتلك تتأكدي إزاي لكن في نفس الوقت أنت عايزة توقفي آه أنا معاك لو إنك إنتي فعلا عرفت إن جوزك كان بيبتدي علاقة مع حد أه محتاجة وقفة آه وقفة وأنا بحب الوقفات دي تكون بدري ما تتأخرش ما تتأخرش ليه عشان لما يجيش يقولك ما أنت كنت عارفة ويعتبر إن سوكاتك ده تنوع من أنواع الموافقة لا نوقف وليس معنى الوقوف إن إحنا نحط العقدة في المنشار ونجلب على نفسنا الطلاق لا الوقفة بمعنى تعال يا سيدي نفهمه وإيه الحكاية فأنا قلتلك تعملي إيه بالنصيحة وبالفتوى اتفضل يا ممهج يا فضلك الشيخ أنا مش مأثرة أنا مش مأثرة والله معي والله أنا ما انت همتجيش بالتأثير والله لكن أنت لو عايزاني عايزة أفهمك أنا بقولك إيه أنت محتاجة شوية أنت وجوزك تعودوا مع بعض وتتكلموا شوية بصدق أول ما بنتكلم بيقلبها بخناء وزيئة شفتي إزاي بقى يبقى هو إيه اللي حاصل يبقى أنت دلوقتي لغاية دلوقتي مش عارفة السبب إيه أنا أقولك حاجة لو فيه نزيف في جسم إنسان الجواز ده عامل زي المولود ممكن أسيب طفل بينزف من غير ما روح أخيط الجرح ده وده والجرح لازم أروح لمصدر الجرح إيه لازم المشكلات عندنا عاملة زي الجروح في الجواز كده لازم نروح لها ونخيطها وندويها لو ما دونهاش هتفضل تنزف لغاية ما الناس تستهلك في الجواز فالروح ولازم نتكلم نستعين بقى بحكماء في الأسرة نروح لمركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتة أهلا وسهلا بس إحنا لازم نعرف السبب الأساسي اللي زوج حضرتك بيعمل كده عشان حتى لو أنت أيما بكل جهدك ما جايز أنت بتقوم بكل جهدك وهو مش شايف الجهدي ده وانت هتقول لي لأيوة هو مش شايف ده شايفني دايما ما أسر يبقى احنا لازم نروح لحد يغير نظرتكم وانت لتنل الجواز فلو سمحت لازم نعمل كده أستاذة هانا ما ديسة معنا؟ أستاذة هانا ألو سمع عليكم تفضل يا أستاذة هانا عليكم السلامة هكاتف ألو سمع عليكم عليكم السلامة أستاذة هانا ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت عليكم السلامة أستاذة هانا بلو سمحت يا شخنا عندي سؤالي تفضلي السؤالي الأول بابونا طريدنا في السيرة يعني شايز يدخلنا وهو متجازمونسي متوفيه بقالها سنتين سنك كم يا هانا؟ سنك كم؟ أنا سني 13 سنة وهو أختك وأنتو أتنين إخوات ومعاك هو أولاد تني أنا محمد وأحمد أولاد يعني أه سنهم كم؟ سنهم أحمد عنده 15 سنة ومحمد عنده 20 سنة طيب أنت بتقولي أن والد حضرتك مشاكم من عنده ليه؟ عشان زوجته مش رادية بيكم؟ زوجته مش رادية اللي هيد أعادنا عنده طيب كنتوا عادينا عند حد من أقاربكم؟ أه عادينا عنده تيتم ومامتنا طيب أخوك الكبير بيشتغل ولا لا؟ أخوك الكبير أو بيشتغل وبيصرف علينا بردو تيتا بردو ربنا يخلى بتصرف علينا بس بردو هم شيء زخنا وإحنا عايزين نخش شائد طيب بس أقولي كان حاجة دلوقتي إحنا خلينا نتكلم في الواقع دلوقتي الواقع دلوقتي إن والد حضرتك اللي بيعمله ده زلم خاصة فيما يتعلق بيكي ويتعلق بأخوك اللي عنده 15 سنة أخوك اللي عنده 20 سنة فضله سنة خلاص ويبلغ ظن الرشد المالي فهو يستطيع إن هو ينفق على نفسه ووجوده هنا مش لازم لكن أنت وأخوك اللي هو 15 و13 سنة أنتو الاتنين محتاجين إن انتو تكونوا موجودين ده أما وإنكم مش مسموح لكم ده عندي ثلاث حاجات لازم تعملوها أول حاجة إن والدكم هيظل والدكم على كل حال لما هتجي تجاوزي الناس هتجي تطلبك من والدك فأنت لابد أن تحافظي على علاقتك بوالدك طيب الأمر الثاني لابد أن يتدخل حكيم لكي يستطيع أن يضبط العلاقة بينكم وبين والدكم أنا عارف لأنك أنت البنت مع ولدين أنت بقت المسألة بينك وبين مرات أبوك أن أنت دلوقتي ببساطة خالص أنت شايفها ضرتك فأنت يبتقولوني إحنا عايزين نرجع شقةنا أنت عايزة ترجعي واللي جه عليكم هو اللي يمشي اللي هو مين اللي جي عليكم اللي هو مرات أبوك الحقيقة ده مش هيحصل ده مش هيحصل على أقل في الفترة اللي إحنا فيها دي أن الأب بالخبرة كده الأب لما يوصل لهذا الوضع السيء السخيف أنه هو يقوم بهذه الحماقة أنا آسف يعني ويطرد أولاده من البيت عشان زوجته اللي أنا مش عارف إيه السبب ده لكن هو تصرف في الحقيقة غير رشيد يبقى إيه اللي حاصل يبقى ببساطة خالص إحنا محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نهدى شوي مساءة إحنا لازم نرجع دلوقتي ده مش هيحصل فنعمل إيه؟ ببساطة خالص نخلي حد يتدخل حكيم لكي العلاقة لا تنقطع يبقى أول حاجة إيه هو تفسدوا علاقتكم بأبوكم إحنا هو مش أبونا عشان هو تصرف تصرف كويس أو تصرف وحش هو أبونا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يبقى هو أبونا الحاجة التانية يتدخل حكيم الحاجة التالتة والمهمة أن أنت ببساطة خالص لابد أن أنت تتصوروا حياتكم بدون الرجوع إلى هذا البيت فلازم من دلوقتي أنت تفكري في حياتك أن أنت تكتهدي وتبقى شطرة عشان أنت حياتك تبقى أحسن وأكثر استقرارا وخلي وقومي أنت وأخواتك الاتنين بالتحام مع بعض وبمشاركة مع بعض وحاولوا تطوروا حياتكم إلى الحياة الأحسن وكل واحد فيكم يساعد التاني على أنه يتقدم ويتفوق ويبقى أحسن في حياته دي الثلاث حاجات اللي أنا بنصحك بيها يا بنتي أستاذ مصطفى من اسكندرية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورح أطلوه بركاته نور يا باشا الشاشة والله الله يرضى عنك وبارك فيك يا سيتي بلينا استفسار كده بخصوص موضوع كده اتفضل حاجة مصطفى أنا بنتي تقدم لها عريس أنا والزوجة منفصلين من زمان وبنتي تقدم لها عريس طي وأهل العريس قدموا جزء من الشبكة لحد ما العريس إن شاء الله يجي من الخارج يكمل الشبكة بتاعته طي حصل سوق تفاهم بين أم العروسة اللي هي أم بنتي والعريس لأنه ما جاش من برة في المعادل اللي محدده ده حسب ظروفه طي أم العروسة عايزة ترجع فلوس بدل الدهب طي فهل هذا يا صح وطبعا أم العريس مش راضي عايزة الدهب الدهب لما جابوه من سنة كان الدهب قيمته 17 ألف جنيه بس أنا عايز أقول لحذاك هو دلوقتي هو قدم دهب صح كده؟ أيوة يا فندم قدم أهله أهله قدموا جزء من الشبكة البنتي أنا عارف أنا عارف والله لحد ما العريس يوصل بالسلامة من الخارج يبقى يكمل بقية الملتزمات بتاعته هيرجعوا الدهب يا حالين صح طبعا هنا بالنسبة لي أي واحد في الغربة إحنا بنقدر ظروف الغربة وظروف أجازاته طي فالكلام ده طبعا عشان هو مجاش فأم بنتي رفضة استكمال هذا الشيء كويس أنا فهمت ده من الأول خالص وأنا بقول لحضرتك إحنا هنرجع له دهب مش هنرجع له فلوس المفروض هنا الدهب يرجع مش فلوس هنرجع الدهب مش هنرجع فلوس الكلام ده صحيح حضرتك إن الدهب لازم يرجع لأهله صحيح الدهب هو اللي هيرجع لإن الدهب ده كان على سبيل الأمانة لغاية ما يتم كتب الكتاب فإذا تم كتب الكتاب خلاص استحقت نصف الدهب وإذا تم الدخول استحقت الدهب كله كجزء من أجزاء الصداق فعشان كده إحنا هنرجع دهب مش هنرجع فلوس نعم أستاذ عبد العالم من الخائرة يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو أسأل كده مولانا تفضل كان فيك حصل كب كتاب أم هو أخبار حضرتك والعريس متواجد والعروسة وفيه وكيل العروسة طيب ماشا والساد المنزون جاب إيد يعني الوكيل وحط إيده مع وكيل العريس مع العلم والعريس موجود محايا أيوة يعني هو يعني المنزون حط إيده مكان إيد العريس مكان العريس دو والد العريس يعني طيب وعليه الكلام يعني اللي هو الأهم أنه زوغتوك زوغتوك ابنتي فالتاني عيل قابلت وزواج اللي هو إيه موكلي ورغم كده للعريس متواجد سؤال دلوقتي من اللي كان استهنى بس حاج عبد العيل هو دلوقتي إحنا عندنا الحاجة اللي أنت شايفها الخلل الوحيد إن المأزون هو اللي حط إيده في إيده إيه في إيد وكيل العروس مش المأزون هو جاب إيده للوكيل اللي هو وكيل العروسة مع وكيل العريس طيب من العريس متواجد طيب اللي هي حط الوحيد اللي هو بس طيب يعني هي مسألة إن العريس وكلة آه ويكون مسافر برة طيب لا 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 خالص ده هو وقت موكلي وكلام ده كله هو مثل ذلك حاضر أجاوبك يا حاج عبد العيل أجاوب حضرتك يا حاج عبد العيل إحنا في الغالب الناس عندنا في مصر بيعملوا الكلام ده عشان يكبروا أهله وفي الحقيقة الأمر يجوز فيه ما يجوز فيه أن يقوم به الأصير يجوز أن يقوم به الوكيل حتى ولو كان الوكيل حاضرا فالجواز صحيح وبدل هو الوكيل هو أزل لي بالعكس والوكيل موافق على ده فالزواج صحيح ومفوش أي حاجة وليس فيه أي خلل في عقد النكاح ولا عقد الجواز اللي حصل الزواج صحيح وليس فيه شيء مين معنا؟ السيدة أمو أحمد تتفضل ليس لم حضرتك إزاي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله أنا والدي متوسطي ووالدتي عنده 83 سنة وتاخد معاش عن والدي معاش كويس أخوات مسلحة وعند ثلاث أخوات سبابي يعني رجالة متجودين وفي بيوتهم أخوية كبيرة تعبان وكل شوية يعني برضو طالع معاش وبياخد معاش برضو وتمام فتعبان طبعا كل شوية حاجة في المستشفى عنده أمراض صعبة وأنا المعاش بتعوى والديتي معي والديتي شابه أن هي قاعدة معي مقسمة معي فأنا بصرف طبعا عليها علاجها برضو أكلها ولتها وحاجتها فهو طبعا تعبان عايزين فلول أنا ساعتهم وساعتهم بمبلغ كبيرة 10-13-20 قال من معاش والديتك؟ حاجات كبيرة من معاش والديتك؟ من معاش والديتك طب هي استني بس استني استني بس هي كانت موافقة أو أنا مش موافقة؟ هي في شوية دهائرة بتروح وبتيجي كده هي دلوقتي استني هي عندها زهيمر يعني؟ آه بس مش كامل بتفتكر وتنفن فأنا اللي مسك الفروس بتاعتها كلها معي لازم هي تقزلك إن هي لازم هي تقزلك في الأوقات اللي بتفوق فيها إن انت تتصرف في مالها بتأزم آه بس ما بتعرفش في المبالغ طبعا فأنا ساعت مبالغ كبيرة استني بس حضاتك؟ هو دلوقتي حاليا توفت طيب تفضلي هو توفت دلوقتي ولاده عايزين حقهم من حاجة ستهم هي توفيت ستهم واللسه عايشة؟ لا موجودة موجودة طيب بقولك الفلوس اللي خدناها والدنا ده إحنا أصلا بنتنازع أصلا بنتنازع أصلا في أن تصرفك أصلا في أموالها وهي عايشة وهي أزينت لك ولا ما أزينتش إزاي أنا إزاي إزاي أصلا من حق أحد يطلب حقه في مال حد والحدي ده ليس عايش مفيش حد لي حق في مال والدتك طالما هي عايشة هي اللي تتصرف في مالها وإنت حضرتك قلتي أن الزهايمر أحكام الزهايمر عندنا أحكام زي بالزبط بنتعامل معه بحسب الوقت والملفات اللي بي يذهب فيها عقله أو إن هو بيفتكرها أو ما بيفتكرهاش فهو إذا كان الزهايمر كامل خلاص بنعمله كمان زال عقل لكن أنت بتقول اللي بيفتكره ومن تفتكرش هي اللي تقول بقى المال ده يتصرف فيها زي هي ما زالت على قيد الحياة وعندها أهلية بمقدار ما عندها من إفاقة ولها أن تتصرف في مالها كيفما تشاءت ما لم يحجر عليه إمتى بقى أن تتصرف في مالها وأنا تتصرف في مالها على فكرة لها يعني ساعتها مش هتبقى كأنها انتقلت لابد كي يحصل إنسان على مال شخص بالوراثة لابد إن الشخص ده ينتقل وهي ما زالت تعيش ربنا يتقل في عمرها مع حسن العمل يبقى هي ليس لأحد حق في هذا المال ولا في هذا المعاش طالما هي على قيد الحياة فأولاد أخوكي ما لهمش حق ولا حضرتك ليكي حق في فلوسها على فكرة أنت بتصرفي عليها من فلوسها إلا إذا هي أعطتك من مالها شيء عندما تكون في حالة الإفاق أنت بتصرفي من مالها عليها لأن ده ملكاهة جات هي ديتك حد حاجة أو فوضتك في حاجة أو وكلتك في حاجة وهي في حال الإفاق ساعتها المال ده تعيكون أنت لك إن أنت تصرفي بحسب الوكالة اللي هي وكلتك فيها أو بحسب الهداء أستاذ مونة تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مونة إزاي حبدأك كل السلام أنت طيبة وحضيك طيبة وبصحة وبسلامة تفضلي الله يخليك أتمنى حركة دعينا كدع وحي لو ربنا يرزقنا الرزق الحلال إن شاء الله ربنا يوسع عليك ورزقك رزقا حلالا مساعدا طيبا مكرما إن شاء الله أنا بس كنت عايزة أعرف حاجة بالنسبة إحنا طبعا بشهر زور قعدة وداخلين على زور حجة سائل أعمال الصالحة ممكن أعملها تقربني أكتر من ربنا غير الصلاة والصوم والصدقة طيب أقول ده أولا ثانيا بس الصلاة لو أنا مثلا شغالة وغضب عني في صلاتي فاتتني وهصليها أضاف ينفع أصلي مل علي أنا كده كده بصلي لو هصلي العيشة بصلي مل علي لو في أيام أنا أصلي مل أصليه أو المغرب الضهر أي أي فرد أنا بصليه بصلي من اللي علي طيب أنت بتساليني سؤالين بس أنا أوضح للناس أنت بتقولي هو أنا ممكن أصلي مع الصلوات اللي أنا بصليها صلوات تانية مش من نفس جنس الصلاة دي يعني أنا عليها صلاة الضهر وأنا دلوقتي راح أصلي العيشة ينفع صلي الضهر مع العيشة ولا لازم أسيب الضهر غير يجي الضهر اللي بعده وأصليه لا الصلوات القضاء مكتوب على زمتي أن أنا لازم أصليها دلوقتي فلو صلتها في أي وقت مع أي صلاة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها فده صحيح بس أنا لازم أصلي الصلاة دي مع الصلاة التانية أنا ما خليش الصلاتين بصلاة واحدة أنا لازم أقضي الصلاة بصلاة أخرى يعني أنا عليها العيشة وعليها عيشة مبارح يبقى أصلي العيشة وبعدين أصلي عيشة مبارح يبقى أنا لازم أقضي الصلوات التي عليها وفي أي وقت لأن أنا دلوقتي زمتي مشغولة بالصلاة دي فأصليها على الفور أصليها على الإيه؟ على الفر وما انتظرش أنا لاي عدد من الصلاة كتيرة فبصلي مع كل صلاة صلاة آه ده جائز بس أنا أصلي على فور لأن زمتي مشغولة فأصلي صلاة المغرب مع صلاة العشاء أصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر أصلي صلاة الظهر مع صلاة المغرب أصليها لأن هي علي وفي زمتي السؤال الثاني اللي سألته لي إيه الأعمال الصالحة اللي إحنا نعملها غير الصلاة والصوم في الأيام العشر من ذي الحجة كل الأعمال فيه تلات حاجات بنصحك أن أنت تعمل العمل تكسري من العمل الذي تجدي فيه قلبك يعني أنت بتجدي قلبك في الاستغفار أكسري من الاستغفار بتجدي قلبك في الزكر أكسري في الصلاة على حضرة النبي صلي على حضرة النبي كثير أنت بتجدي قلبك في الصدقة أو بتجدي قلبك في أن أنت تساعد الناس اعملي أول حاجة أول معيار في العمال اللي انت تكسري منها في أيام زي الحجة العمل الذي تجدي فيه قلبك الحاجة التانية العمل اللي يعود بجبران الخاطر على اللي حواليك ده حاجة تانية مهمة جدا جدا لازم نعملها يعني واحد جبران خطره ان انت تعودي وتسمعيه فدي بقى عمل صالح جبران خطره ان انت تقولي له كلمة حلوة جبران خطره ان انت تساعديه فجبران الخطر ده شيء مهم جدا جدا في العمال الصالحة في هذه الأيام الحاجة التالتة والمهمة ان انت يا ريت تعملي عمل هيفتح لك باب الاستمرار فيه ويبقى دوة باب من أبواب الاقبال على الله سبحانه وتعالى التلات حاجات دولة مهم ان احنا نعملهم ومهم ان احنا نمشي فيهم على طول يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا في الحياة الزوجية اتكلمنا عن حاجة ما هيش سهل ان الناس تتجاوز فيها وتصرح نفسها بها اتكلمنا على الناس اللي شايفين ان هم ليهم حق ان هم يعملوا حاجات يكملوا بيهم صورة الجواز اللي هم رسموا عن نفسه فهم في الحياة بيخدعوا نفسه عارفين ليه لان الجواز بيكون على حسب اقبالك على الله بيكون بحسب امانتك بيكون بحسب كمان اخلاقك احنا ليه حطين الجواز في حتة والاخلاق في حتة الجواز على فكرة يحلوه لما انت تكون انت عايز تعيش بالاخلاق الحسن او مكان من الاخلاق اخلاق الجواز التسع لما تعيش انت كمان بمكارم الاخلاق ومحسن الاخلاق الاحسان بيوسع الجواز الاكتفاء والاستغناء بالله سبحانه وتعالى بيوسع الجواز ما تفتحوش على نفسكم ابواب في الحقيقة تستهلك قلوبكم وتستهلك علاقتكم بالله وتحطكم في خطر خليكم دايما متمسكين بامان الله امان الله دايما ما حسن الخلق بلاش فكرة التعويض الزواجي ما فيش حياة يسمع تعويض عارف ليه؟ لان ساعة ما الوقت اللي انت بتحاول تعويض به حياتك الزوجية وتكمل النقص في حياتك الزوجية لو كنت روحت واستسمرت ده في حياتك كان ربنا هيفتح عليك بمدد كبير قوي اللي برا الجواز مقطوع واللي جوه الجواز موصول وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قبحة وضاقة واستهلكة ثم أصاب العبد بالندم يا رب احفظنا من الندم احفظنا كمان من النقم واجعلنا دايما نستسمر النعم بجودك ومددك يا ذا الجود والكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما من أهل التوفيق ومن أهل المحبة والمودة يا رب العالمين